حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور بسام المصري طبيب جلدية سهل صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك الله يسعد أوقاتكم يا رب ويسعد أوقات تلفزيون سوريا أهلا وسهلا يا دكتور أهلا وسهلا فيك دايما يسمى جدري الأطفال ليش بس الأطفال تنصاب فيه؟ هلا جدري الأطفال لأنه هن أكتر أقل مناعة من الكبار يعني مشان هيك يصابوا بهذا الفيروس الذي يسبب جدري الماء يعني أوله عدة مسميات في عدة دول يعني هذا المرض يعني أكيد مثل ما تفضلت وحكيته بيسببه فيروس اسمه النطاقي أو الحماقي هو يعني مثله مثل هيربيس ويصابوا فيه مثل ما تفضلت الأطفال أكتر من يعني نادرا ما نشوف أنه شخص بالغ يعني يصاب بجدري الماء ما هي الأخبار دكتور؟ أنا بذكر لأنه كان عندنا حدا يمكن من العائلة أصيبه هو بعمر كبير ما بعرف إذا إله علاء أمراض تانية كانت صايرة معه ولكن دخل المستشفى هلأ لحنا مثل ما بناقول هو فيروس والخطورة فيه لحنا الفيروس وعند يسبب حكي ولحنا عم نحكي المكان الآفئ أو الحمرار أو الالتهاب وننقل المرض والفيروس من مكان إلى آخر وأحيانا عم نحكي العين كمان العين عم تلتهب بنفس الفيروس وهون خطورة المرض إذا نقلت العدوى من الجلد المصاب إلى العين السليمة وبالتالي بتنصاب العين تنصاب العين وصار علاجة أصعب يعني طيب دكتور أنا كيف ممكن ميز يعني بداية الجدري عن طفلي وأحيانا فيه شيء اسمه حسبة وفيه جدري كيف ممكن ميز أنه هاي حسبة موجدري أو جدري محسبة تماما مثل ما لحنا رح نحكي للمشاهدين جدري الماء أول شيء بنشعر قبل الإصابة لأنه فيه له فترة حضارة من الأسبوع للعشرين يوم بقبل الأسبوع من ظهور البثور والحبوبة اللي بتحكي عم نشوف الطفل عم يصاب بأعراض يعني جريب وهانعام حمى ترفوع حروري وبعدين عم نلاحظ طلعت له كام حبة في الصدر في البطن في الوجه أما الحسبة يعني بنساوي بنشوف لحنا الوجنتين بيكون فيهم أحمرار أكتر يعني وأقل من الحسبة ما بنشوف حبوب مليئة بالماء يعني أو أحمرار أو تسبب حكي فقط أحمرار بالوجه يعني طب طرق التعامل اليوم مع الجدري عند الأطفال خصوصي أنه أكتر جملة كانت تقال أنه ما نحك محل تمام ما تعلم بالفعل لماذا يعني هاي بالذات اللي بتعلمه أي حبوب أو بثور أخرى يمكن تكون على الجلد ما بتعلمه تمام هلأ لحنا بنقول لحنا فيه كتير مثلا معتقدات هي خاطئة بيلوا أنه ما بصير يتحمم الطفل ما بصير نحممه مشى ما يعلم مشى ما يتأذى إلى آخره لا لازم نحممه أما ما نستخدم الصابون مشى ما ننقل عدوى بكافة الجسم يعني بس بالماء نشفه الماء يعني الماء المعتدلة حتى أثناء التنشيف ما يكون فيه فرق كتير كبير يعني صح والوقاية كيف الوقاية لحنا بنشوف لحنا بنشوف أنه فيه طفل علمت وفيه طفل ما علمت أول شي بنستخدم أهم شي نستخدم الانتيستامين يلي مضادات الحكة مضادات الحكة الموضعية مثل الدفن الهيدرامين مثل الأكسيد الزينك مثل كتير يعني الليدوكاين يلي تخفف أو تقضي على الحكة نوعا ما تلطف البشرة وما نشعر بالحكة ومن الداخل نستخدم مضادات الحكة اللي الانتيستامين مشان الطفل الطفل بدون وعي يعني صحيح عم بيأضاف يروع عم يحك وينقل من مكان إلى آخر زادت العدوى أكتر هون بهالطريقة هاي وقت الطفل ما يحك وقت بنلبسه شي طويل نلبسه اللبس ما أنه يأذي يلمس ضفره مكان الحب المصابة إلى الجلد السليم هون بنخفف من الآراض وأكيد في غضون يعني من وقت الإصابة لوقت الشفاء هي بتتراوح المدة من أسبوع إلى عشر تيام أقصى حد إن شاء الله بس بدنا نكون لحنا حريصين جدا يعني الطفل نعرف نحنا أنه ما عنده إدراك يعني ولازم دغري لحنا لا فيه أخطاء شائعة كمان أنه لحنا كنا يعني بعض الأطباء أو الأهالي مثلا يوصفوا الانتيبيوتيك بدون استشارة أي طبيب أو أي شيء لا هو هذا فيروس الانتيبيوتيك ما رح يفيده يعني نعطي أنتي فيروس على شكل إما شراب أو على شكل الكريمات بالإضافة لتعقيم كل حبة بمضادات الهستامين يعني هو ما فيه علاج نحنا بهون عم نستخدم شي بس بيمنع الحكة وتعقيم تماما بس وهو بديو ياخد مدى بديو ياخد مدى هو أسبوع مدى أنه ليش فقط أسبوع يعني وموضوع الحكة فقط مشا ما نعدي نخفف من الأعراض طبعا أما هذا الحكي هلا في السابق ما كان فيه لقاح صح أما هلا الوزارة الصحة مشكورة يعني أنه عم تحاول كل توصل اللقاح لكل فرد بكل الدول ولكن اللي أخد لقاح بينصاب يصاب ولكن بشكل جدا طفيف يعني فيك تقولي مثلا أنه لا يشعر به يعني وصحيح هي الإشعة أنه لازم يصاب فيه كل إنسان بيقوله إذا ما نصبت فيه روح نعدى نصاب فيه أنت وصغير لا ما بالضرورة ما بالضرورة هلا بنحكي دائما على طول عم نحكي على الجهاز المناعة يعني بيفرق أنه العلامة مثلا ما شرط مسألة ليش أنه العلامة لحبية الجدري الماء بتعلم أكتر لأنه عم تصيب سطح الجلد وتوصل للأدمي هون بصير فيه أنه قد أنه تعلم بس كيف لحنا أنه ما تعلم ما نحكها ما نلعب فيها وناخد يعني شوف نعمل تست لجسمنا الفيتامين دال ثلاثة مغزون الحديد الحديد الفيتامينات بشكل عام لأنه الشفاء لما نشوف بنلاحظ لحنا حب الشباب أو الجرح أو أي شيء إذا كان لحنا جسمنا من جوه فيه نقص بالفيتامينات المعدل الفيتامينات بيترك ندبة بنشوف لحنا كتير فيه هالات سوداء طيب ليش فيه هالات سوداء منروح بنلاحظ أنه فيه عنا نقص بمستوى الحديد ومغزون الحديد هون كمان بيلعب دور كتير كبير بالتعافي هو موضوع الفيتامينات يعني طيب دكتور يعني في نقطة نحب أسألك عنه الموضوع الأول أنه هل ممكن يصاب نفس الشخص بالجدري مرة ثانية؟ لا لا يمكن يعني ولا صدفة ولا شيء طبعا أخذ مناعة ذاتية ضد هذا المرض يعني طيب فيه حال يعني طفلي حك يعني فيه عنده كم لطعة صارت لتيش هذا الجدري ما كيف ممكن أن أتعام معي الحالة؟ اه لا فيه حال أنه يعني أرزك طفل مصاب وبلش يحك يعني لا أنه خلاص طعب ولأنا فيه ندبة أو لطعة أو بأس العلامة تمام أول شيء إحنا مشان الطفل ماي إذا كان حسب للفئة العمرية إنه إذا كان طفل غير واعي يعني هذا لازم نسكر له مكان الجرح إنه ما نخليه حك فيه يساوي فيه أذية أكتر يعني ما يوصل إصبعته أو أضافيره للآفي يعني مشان ما إنه تزيد سوء يعني ونعطيه حسب الأذية اللي صارت بالحباية في حال مثلا كانت أذية كبيرة فينا نعطي البوفيدون فينا نعطي الأنتيبيوتيك فينا نعطي الكريمات المرممة أو الصادات الحيوية اللازمة أو إذا كانت حالة بسيطة فقط يعني عبارة عن تعقيم وإبعاد الأظافر أو العبث فيها يعني دكتور في علاءة اليوم بفترة الإصابة بنوع معي من المواد الغذائية لأن نحن أي شيء بيكون فيه تهيوج بالبشرة منوقف مثلا بهارات شطة أو ما شابه هذا الموضوع موضوع جدري له علاقة؟ طبعا له علاقة لكل شيء بشكل عام الحالات التحسسية طبيعة الغذاء فيه غذاء بهدي بهدي الجلد وفيه غذاء بهيج الجلد يعني كل مجمل البهارات الحارة أو الفليفلة الحارة أو التعرض للماء الساخن أو التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لأشياء مخرشة أو غازات لكلور أو ما شابه طبعا له علاقة بيزيد من الحالة سوء وبيهيجها أكتر يعني نحن بنشوف فينا نتعامل مع الجدري ما مثل ما نتعامل مع الحرق أنه نكون حريصين جدا بمراعاة عدم اللمس اللمس تماما إلا بالتعقيم والنظافة والاهتمام فيه بكتير شغلات يعني طيب دكتور ختاما يعني عطول بس مثلا ابن نعمل عب مع ابنة جيران وجدر هذا الولاد فورا يعني تكحص تخاف أنه والله ابني رح يسيبه جدري أو بالحضانة أو بالمدرسة في حال أنا عرفت أنه ابني اختلط مع حدا مصاب الجدري هل فيه إجراءات مسبقة ممكن أعملها حتى نخفف من الأعراض تمام أنا هلأ رح نصحكه النصيحة أو حلوة كتير النصيحة هلأ لحنا إذا طفلنا مثلا شفنا أنه فيه طفل مصاب الجدري وصار فيه احتكاك مباشر كان بلمس اليد أو الآخر ورح نعرف لحنا أنه فيه له فترة حضانة من الأسبوع إلى ثلاث أسابيع لحنا شو رح نساوي فيه دواء رح نذكر الاسم العلمي لحنا له هو مضاد حساسية والسيبرو يبتادين رح نستفاد من السيبرو يبتادين منه مشان يخفف أعراض الحساسية وبنفس الوقت رح يزيد شهية الطفل ورح يأكل منيح بشكل جيد يعني ونعطيه غذاء صحي يعني البيض المسلوق الحليب الشغلات الصحية وأتبدو يجي هالمرض هذا رح ينعدى بشكل كتير بسيط وآمن يعني لأنه عم يأخذ أنتي السامين قبل إصابة يعني قبل ظهور الأعراض ورح يكون ظهور الأعراض إن شاء الله خفيفة في غذاء أحيانا يعني بتذكر أنا وظيرة حتى الآن بتذكر قد ما تواجعت موضوع جدري الماء يعني كنت واعي ممكن صفتاني بتذكر ألي دكتور كيلي حلاوي كيلي شي حلو؟ أولا أنا كرفت .割لا ناكل الحلويات يعني مثل الحلويات sốin المجففة أو التيمر أو الآخر هي خوس ليش ؟ لأنه يعطيكي طاقة أكتر يعني بس يعني يمكن الحلويات فواكن فيها المجففة، وممكن كمان البروتيني jakieś بالفعل نكون أهم شيء نكون حريصين جداً ما نلعب بالأحبوب وما نخلي الطفل يحك يعني فوراً لأنت يستطيعينه بس ما يدعينا الطفل مش كلي والله يعني مشان هيك لازم هذا الدهون كتير مهم بتذكرتنا نحكم النوم يمنع الحكة ما بصير فيه تهيوج أبداً بهاي مرة مشان ما الطفل أنه يوصل يلعب لأنه بس الطفل للوقت الطفل بدون وعي عم يحك عم يحكه أي صح عم يصير فيه أذية لتحت الأدمة عم يصير فيه تشوه عم تترك ندبة يعني مشان هيك عم تطور هي موضوع الحكة ومشوف الخاص لليوم يعني حتى مثلا بوجههم في ندبة بيقولك هي والله متجدري عم جد يعني هي كتير كتير مقدية مش مثلا لون فقط عم تعطي يعني حتى حفرة هلأ بنشوف لحنا شباب بمرحلة الشباب حب شباب طلعت له وقت عم يعصرها العصر هو عم يلعب فيه وقت عم يعصرها بعد فترة من العمر عم تترك ندبة ندبات حب الشباب وكمان ندبات كمان الجدري الماء كمان نفس الشي يعني بنصح انه ما يكون مثلا الأهل جدا حريصين لتغطية المنطقة المصابة يعني بحيث اذا كان الطفل غير واعي لبسوا هيك وهيك وهاك مدرع وخالصين تماما اي بالضبط طبعا بس اللباس يكون قطني يعني يكون موضوع شكرا كتير لإلك دكتور على هاي المعيومات شكرا لإلك شرفتنا الله يخليك يا رب